السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة ام ايمان كيف تشوفوا معنا اليوم سوف نجد ان شاء الله واحد شهيوه رفيسة المغربية الكل كي عرفها رفعت لي اسبق لي يعني شاركت معكم رفيسة بالدجاج ما فيهاش لاصوس دي المطعشة هذه باللحم كيف تشوفوا معنا المقادر تقريبا واحد الكيلو دي اللحم غنمي واحد معلقة كبيرة دي الحلبة القيص اللي بغيته حتى الحلبة القيص اللي بغيته يعني اللي ما كيبغياش بزا في دير غير شوية والفول يابس وكيفما كتشوفوا معنا واحد القبيطة دي القصبر وما ادنوس وعننا هنا التومة اما راس كبير دي التومة يعني مجموع ولا هكا انا فرتته وغسلته والتومة محكوكة وهنا لاصوس دماطيشة شحال ما بغيتو جوج حبات دماطيشة ثلاثة كتحكوهم كونه متأكدين كجي غزالة دار في سبل اللحم انا عمرني ما كنديراش دي ما كنديراش دي ما كنديراش 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 وهنا عندنا البصلة مش للضع كيفما كتشوفوا واحد ربعات البصلات ولا لا لحسب والملحة والزيت زيتون والعطرية خلاص هنا نبدأ على بركتي الله كنديرو البصلة في الكوكود ونضيفوا على زيت زيتون صار فيه نشحرها واحد شوية ونشحر كنديرا 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 وضع المرزية وضع راس الحنوز وقرفة و البزار و الخرقوم هنا نزيد الملح نشحر لحيمة مع البصلة تشحرها مزيان حتى تشرب ذاك العطرية مزيان ولي بغي وجد الحم بالعطرية يدلو العطرية ديلو بالليل ويخليه في تلاجة حتى هذا الصبح غادي يكون حسن ما دي يجيل ديد كتر بعد ما تشحر الحم على البصلة والعطرية سوف ناخده لما يكون سخون من الأفضل سوف يكون مرقوبة القياس المهم تغطى للحم ونضيفه هنا لسوس دي المطيشة كيف ما كتشوفهم هنا سوف نضيفه الحلبة والفول والعدس بعد ما غسلناهم ونضيفه القصبر المعدنوس ودك التومة اللي غسلناها حتى نحقاش التومة الصحية ومع هذا البرد من الأفضل واحد يكتر منها مشي مشكل سوف يكون سوف نضيفه الكوكوس سوف نضيفه هنا نضيفه والعجينة تبارك الله را كونش كي يعرفي عجناها المهم الملحة والخميرة وهنا الدقيق الأبيض والفينو المهم الفينو يكون كتر من من دقيق الأبيض المهم الفينو يكون أحسن باش كي يجي الخبز كي يجي زوين سوف نضيفه وغادي نضيفه كيف ما كتشوفه ورا العجينة اي واحد را كيعرفي عجناه بالمدافي وغادي نضيفه وغادي نضيفه وغادي نضيفه كيف يكون الخبز كيف مخص يكون تقدر تجير فسا مع الاجنات وقدر تضيفه المهم حتى الواحد يضيفه لذيك تشكي بأن نري العجينات يتم تطلق و ثم نحن نكن قراربين ونعود ونقوم بتطلق شوية باش تطلق معانا في الخدمة منين نبغيو نقرسوها يعني تطلق بكل سهولة صافي كيف مك تشوفو معانا هنا راه المقلة سخنت كان نرشع واحد شوية الزيت وكان نطلق واحد الكورة من هذه الكورات اللي درنا دي اللي جينا صافي وكن ندير وحدك الطيب كيف مك تشوفو أنا ما بودش نسرع الفيديو باش تشوفو معانا يعني التفاصيل كان نخلي واحد اكت طيب مزيان من التحت وكان نقرسو عاو تاني واحد الكورة اخورة بالزيت هكا كان نبقوا ندهنو فيها وحنا كان نقرسو وحتكت رقاق مزيان ومن بعد كان نشوفو هادي واش طابتي الى الطابت كان نقلبوها الى طابت شوية كان نقلبوها على الجهة الخورة وهاد البلاسة اللي طيبة غادي نوضعو فوق منها العجينة الخورة هالطريقة ساهلة صافي هكا كان نقلبوها وينيت في نفس الوقت كالطيب مزيان من التحت صافي احتها يبدأ يدخل ها طيب مزيان من التحت كان نقرسو عاو تاني واحد العجين واحد اخر بقوا معنا باش تشوفوا الطريقة بالتفصيل راعة سهلة غي تجربوها اتقول لي ودي ما تديروها بهالطريقة صافي شتول عجينكي كتتطلقوا بكل سهولة من كتكون مدلوكا مزيان وكتكون يعني ترخفات شوية خلينا هاتا صافي هاي طابت من التحت اما طابو دب هات الجوج اللي درنا من التحت غنقلبوهم بجوج كيف ما كتشوفوه يعني راها طيبة وغادي نوضعوها عاو تاني التالتة وغنبقو بنفس الطريقة ماشي موهم هكا مثلا الاتخسرات ولا التعوجات ولا موهم هاي ما يكونش الاجينة ما تكونش غليضة إلا كانت ترقيقها راها كيف ما كانت ترى فالاخرها تتقطع وغادي تتكل صافي كان نقون دورها هكا وعافية ما تكونش مهيلة بزاف وما تكونش عاوتاني مجهدا نتوسطا نقورو عاوتاني نقرسو عاوتاني وحدة اخرى ونحطوها كيف ما وردكم فالول صافي هاي تكتزولي الطيب كل سهولة ثم يشوفو ورا كلهم طيبين كلهم يعني را ماشي كيشو خضرين من الداخل وليش حاجة لا غيت ببعو الطريقة وكتبقو غادي شحال ما بغيتو تقدرو تديرو عشرات تقدرو تديرو اتناش اللي بغيتو إلا عندكم العجينة قليلة را تقدرو تديرو هاف مرة وحدة صافي وتنوضو هانين اسمحوا لي يا را في المونتاج كتلف لي هادرا نوضو نايدين ولا نوضو هانين صافي ماشي حزي لك كترتو العجينة غادي جي داك شي متقاس ولا معجين لا كتجي كلها وحدة بوحدة تقريبا كتجي بحل الورقة الوسطيلة جربوها وتأكدو بنفسكم بنفس الطريقة انا ما زربتش دابة هنا في الفيديو باش غايتشوفو هاي يمني كتبدا الطيب كيف ما كتشوفو معانا انتو ما كوش شي طايب يجيب حل الورقة يعني احتفل الماكنة ديالو ما كادر متاشي حاجة صافي كيف ما كتشوفو هالخبز ديالنا وجد تقضي بيديكم تقطعو بيديكم يعني كيف ما كان فرتو ايش حالة دي غير بيدينا عادي ما بغيتوش كتلوي وحدة على وحدة باش كتسهل عليكم القضية سوف يوكا تقطعوها بلا مقص كتحولو تقطعوها هاكا مجنب باش ما يجيكم مش الخبز طويل سوف يكون استمرو هاكا حتى نقطعو القياس اللي بغينا وإلا كان الخبز سخون مزيان نسقيوه إلا كان مبرد نديروه في الكس كاس عاو ثاني ونديرو الماء في البرمان نديرو شوية ديال الماء كي يسخنو نسخنو ذاك الخبز بعد كنسقيوه صافي من بعد ما قطعنا الخبز غادي ندوزو باش نسقيوه ورفيسة بالدجاج حتى هي كتجي رائعة راسبق لي وشاركتها معكم وهدي جريبة باللحم لغنمي جريبة يعني قلت اش غادي ندير ما ندير انا ندير رفيسة باللحم نشوف اش غادي جي لديدة وصورتها وكون ما جاتش الديدة كنوا متأكدين انا ما غاديش نحطها في القناة ديالي جات الديدة جربوها وانا متأكدها هدي تعجبكم وفي هذا البرد كيف ما كتعرفوا الواحد ضروري يخصو يغير وكيف ما كتشوفوا هذا والطبق النهائي كاتجي رائعة والديدة وبصحة وراحة واللي اول مرة كيشوف القناة ديالي كنت مني يعجبوا هذا الفيديو وإلى اجبكم هذا الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناة باش تجعونا كاتش نجيع ان انا نزيدوا نديروا حويج زوينين ونزيدوا القدام وشكرا الناس اللي كيتبعوني منين بديت يعني انا قناتي باقى صغيرة الحمد لله اليها منين بديت وكيش تجعوني وباقي الدابة كيش تجعوني وكانت شكرا المتتبعين جداد اللي عاد دخلوا القناتي اللي عاد شاء داروا اشتراك كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم بس لما نتلقوا في فيديو جاي ان شاء الله اشتركوا في القناة